السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدنا مع الحلقة الخمسة وعشرين من وسلسل لعبة نيوتن اخت مؤنس دخلت شقةه وقعدت تفتش فيها عشان تشوف جواز السفر بتاع ابراهيم وتصوره في الوقت ده يارا رجعت من برة ولقيت اخت مؤنس في الشقة عندهم فسألتها خير في حاجة فقالت لا عندنا تسرم مياه فقلت اطلع الطم من عندك ولا لا في الوقت ده يارا تطلعها الولد ودخلت جوه وهي سرقت الببرونة بتاعته منه اما مؤنس فكان قاعد على اخره لان هو فكره ان حازم لسه ما طلقش دخلت عليه هنا قالت له عمل لك تفتر وطلبت منه ان يارا تاخد ابراهيم وتروح بيه عند حازم عشان يشوفه مؤنس قال لها لاغي يارا تبلغه ان لو ما طلقش خلال ثلاثة ايام انا هتصرف قالت له هتصرف ازاي يعني قال لها حرفة عضية خلع وهنا مرضيش تقوله انها وصلتها ورقة الطلاق من حازم اما المشهد اللي بعد كده حازم مع امينة في البيت الجديد قال لها ان اقجر الفيلا دي لمدة شهر لو عجبتها يكملوا فيها على طول وقال لها انه بالليل حيعمل حفلة كبيرة بمناسبة البيت الجديد اما المشهد اللي بعد كده فالضابط اللي ماسك موضوع الافيون بتاع العسل قاعد مع رئيسه في العمل رئيسه بيقول له ازاي واحد ازاي بدر يدخل في موضوع الافيون واكيد بدر ملهوش دعوه بالموضوع ده ولما الضابط قال لرئيسه ان حلله برطمان تاني وملقوش افيون في العسل فالضابط قال له سيبك من الموضوع ده تلاقي عامل كان بيعمل استباحة واقعت حتة في البرطمان فالضابط رد عليه وقال له ممكن يكون العسل ده معمول لناس معينة رئيسه قال له خلاص تابع تحرياتك وبلغني بكل جديد اما المشهد اللي بعد كده فكان حازم مع بدر بدر كان زعلان جدا ومتأثر ان امينة مشت وثابت البيت حازم قال له والله هي اللي طلبت كده وقال له كمان احنا عامليل حفلة بالليل لازم تشرفنا فطبعا بدر زعلان جدا ورفض اللي هو يحضر الحفلة اما المشهد اللي بعد كده زياد رجع من امريكا وقاعد مع هانا وهانا بتحكيله علاقتها مع مؤنس وانها مش عايزة تقوله ان هي تطلقت من حازم زياد كان من رأيه ان هي تسيب مؤنس في اللوقت ده دخل ابو زياد وطبعا الستة هانا شكلها عايزة تبوز حياة زياد زي ما بوزت حياة حازم ومؤنس زياد سلم على ابوه غزبا عنه وابو قاله انا قلت لامك اللي انت جاي بس هي للأسف رايحة السحل الشمالي مع جوزها كان شكلها كده عيلة مفككة وابو طلع له فلوس وعطاه له فانا تحيلت على ابو اللي هو يقعد شوية لكن خد بعضه ومشى فزياد فهمها وقال لها احنا مش عيلة هنقعد مع بعض هو بس اهم حاجة عنده اللي هو يديني فلوس وانتهينا على كده اما المشهد اللي بعد كده فكان من الحفلة وحازم بقى عامل نفسه اللي هو واد مقطع السمكة ودلها واقف مع البنات وعمال يهزر معاهم دخلت عليه امينة وقالت له انت واخد راحتك على الاخر بعد كده قال لها انه بيحبها الوقت ده دخلت يارا وكان معاها ابراهيم حازم خد ابراهيم وطلع على الودة فوق وقال لي يارا لو عايز تنزلي معانا الحفلة تبقى انزلي